يعني أنا على مدار الأسبوع والعشر تيام دول اللي كنت فيهم أجازة كل الناس بالاستثناء يعني لعبنا ثلاث مطشات لعبنا مع فرق ولعبنا مع الاتحاد ولعبنا مع الدخلية مبارح وكل الناس بتسأل على مطش الزمالك يا حاتش تكلمني مش عارف انتو عملنا إيه النهاردة عملنا جيم حلو لا عملنا جيم وحش لا مش عارف جل قفشة لا جل إمام لا جل يعني محاتش تكلم في ثلاث مطشات الناس في أي وقت في أي مكان بتقابلني بتسألني أخبار مطش الزمالك إيه الزمالك هينسحب ولا مش هينسحب في ناس من داخل أسماء كبيرة جوه نادي الزمالك مش بس في موقع المسؤولية حتى في أسماء كمان مش في موقع المسؤولية صرحت وأكدت وبعتت رسائل إنه المطش مش هتلعب طب جمهور الأهلي شغل باله ليه بالقصة دي لأن فيه سوابق طبع يعني فيه مرة انسحب من داخل أرض الملعب فيه مرة أوتوبيس ما جاش الملعب أصلا فيه مقدمات تخلي الناس تشك ومطش الثلاث اللي جاي هيتلعب ولا مش هيتلعب الإجابة اللي كان بتطلع مني بحسن نية يا جماعة المباراة تتلعب في معدها الزمالك هيلعب المباراة عن معلومة معكدة لا بس هما ماينفعش في النهاية تحت إيه سبب من الأسباب إنه الزمالك ماينكونش موجود في ملعب مباراة يوم الثلاثة جاي ودي حاجة ما تخصناش أنا على لو بتكلم بالسان نادي الأهلي الأهلي بيستعد المباراة الزمالك وهيحضر مباراة الزمالك وموجود في ملعب المباراة يوم الثلاثة اللي جاي رغم إنه النادي الأهلي هو أكثر أندية مصر معاناة على مستوى الإجهاد وعلى مستوى ضغط المباراة وعلى مستوى عدد المباراة وعلى مستوى عدد البطولات اللي تلعبت الموسم ده لكن الأهلي أبدا ما بيتكلمش وما بيتدخلش في الحاجات دي وأنه أكثر الأندية اللي اتعرضت لظلم كبير جدا في ترتيب المباراة وترتيب المؤجلات هو النادي الأهلي فإذا كان من حق أحد يطرح الفكرة أساسا فهو النادي الأهلي ومع ذلك نرجع ونقول مطش التلاتة اللي جاي أنا بقول لحضراتكم أنه هيتلعب في معاده وأعتقد أنه في جميع الأحوال أو في كل السيناريوهات المطروحة سواء حضر النادي المنافس أو لم يحضر كلها بتصب في مصلحة النادي الأهلي أين كان السيناريو ظهر الزمالك وحضر لأرض الملعب وشارك في المباراة أو لم يظهر كلها نتائج تصب في مصلحة النادي الأهلي وخد بالك أنه